احبائي شفنا الوباء في العهد القديم شفنا انه احيانا بتكون قضاء الهي على الوسانية والشعوب اللي الله بيحذرها بينذرها ومش عم تسمع وكتير مرات بتكون قضاء بشكل تأديب على شعبه بعد الانذار وبعد التحذير وانه الله لا يحابي بالوجوه وانه الله يعني قدوس عادل بار لا يطيق الخطيئة هو نور لا يدنى منه حتى لما شعبه كان بيخطئ كان ضعف او ضعفين الضربة على شعب اسرائيل عن الشعوب الاخرى لانه قال اياكم عرفت من بين جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم يعني بشكل اخر كلما الانسان بيعرف اكتر عن الرب بتزداد المسئولية والمسئولية ان الشعب المفروض يكون نور ويكون صوت ويكون رسالة ويكون شهادة لكن للأسف اذا شعب الله هو اللي بيخطئ ضد الرب فالله بيرسل الانبياء وبيرسل التحذير والانذار وبحاول بشتل وسائل يلفت الانتباه لكن بيصل وضع كما وصل الى السبي السبي الاشوري سنة 722 قبل الميلاد حذر وحذر الرب لكنهم لم يسمعوا ويهوذا مش تتعلم من السامرة لكن برضو عاندت بعد الملك يوشية جاء يهو يقيم يهو يكين يعني فيه طبعا قبلهم يهو احاز بس ثلاث شهور لكن الفترة هي اكتر يهو يقيم يهو يكين وبعدين الصدقية اللي هو كمان بيكون ابن يوشية اخو يهو يقيم كلهم عاندوا واخيرا جاء نبو خد نصر ودمر ارشالين بعد كل الانذارات ارمية كان بيبكي دموع كانت دموعه شلالات انهار مثل شلالات النياجرا وجماعة اصحوا انتبهوا الرب جاي في الوباء الانبياء الكذبة لا ما تردوش على ارمية سجنوه حطوه في البير استهزئوا بيه مرة مزقوا السجل اللي كتبوا الكتاب اللي كتبوا لكن لانه كلمة الله ما بتتغير رجع كتب نفس الكلمات لانه الله ساهر على كلمته ليجريها ومع كل هذا يعني اداروا الظهر وعاندوا الله اشتركوا في القناة